كثير مننا عندما يذهب إلى عمله أو الأماكن العامة يصعب عليه الحصول على موقف مهيئ لسيارته فيضطر إلى الوقوف في الشمس وعندما يعود إليها بعد انتهاء يومه يجدها وقد أخذت نصيبا وافرا من حرارة الجو وهنا في جامعة السلطان قابوس حيث العلم والمعرفة تخرج العديد من الدراسات والبحوث بمشاريع إنتاجية توفر الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكاليات بعد البحث والتقصي في هذا الأمر بدأت الفكرة تراود هؤلاء الشباب فتوصلوا إلى ابتكار جهاز يخفض درجة الحرارة داخل السيارة ويلطف الهواء بروائح طيبة وهاهم سعداء بإطلاقه رسميا وقد جمعوا الأهل والأحباب للاحتفال بفرحة الإنجاز هذه الفكرة تعد فكرة إبداعية الشباب العماني شباب مبدع وحقيقة مثل هذه الأفكار تلاقي الدعم وتلاقي أيضا الرعاية سواء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص رغم صغر حجمه وخفة وزنه يتسم الجهاز بالتشغيل والشحن الذاتي من خلال تزويده بخلايا شمسية تعمل على تحويل الحرارة إلى طاقة كهربائية لتسخين الماء وتحويله إلى بخار وبالتالي فهو صديق للبيئة ففكرة عمله مستوحات من نظام جسم الإنسان الذي يعمل على التخلص من العرق وتبخيره ليؤدي بدوره إلى تخفيض درجة الحرارة بالجسم فكرة من الصفر إلى المئة هي فكرة الشركة طبعا بعد بحث طويل وبعد بحوث علمية ودراسات قدمناها لدكاترة وبحثنا فيها نحن شخصيا شفنا حاقة الناس إلى وجود الناس يعني عندهم مشكلة يريدوا حل لهذه المشكلة البيئة القامعة جدا مساعدة عندك المختبرات ذو كفاءة عالية أيضا دكاترة ممكن يساعدوك ما مقصرين نحن شركة رينوفا الطلابية من جامعة السلطان قابوس أو بالأحرى هو فريق أو مبادرة شبابية تعمل على تحويل الأفكار إلى منتجات آمنة للمستهلين أصحاب المشروع العلمي شاركوا به في مسابقة إنجاز عمان الطلابية وقد لاقى الكثير من العجاب والثناء وحصل على التأييد والدعم طاقات الشباب ومبادراتهم المستمرة لاستغلال الإمكانيات والفرص المتاحة أمامهم في سبيل خدمة الوطن لا حدود لها لسيما عندما يتعلق الأمر بالبحث والتفكير عن إيجاد الحلول المناسبة وهؤلاء الطلاب وهم يحتفلون بإطلاق مشروعهم الأول بطموح عال وهمة كبيرة يؤكدون عزمهم على المضي قدما نحو مزيد من التفوق والإيجادة أحمد بن عبدالله الندابي محافظة مسر